السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية هي انتقال الزهرة كوكب الزهرة من برج السرطان لبرج الأسد طبعا انتقال كوكب الزهرة من السرطان لبرج الأسد رح يكون في تمام ساعة وحدة وستة واربعين دقيقة بعد الظهر ظهر يوم الاثنين خمس ستة حزيران يونيو طبعا رح يضل الزهرة موجودة في الأسد حتى صباح يوم الاثنين تسعة عشر الساعة وحدة وعشر دقائق فجرا بتوقيت جرينيج ولكن في فترة تواجد الزهرة في برج الأسد في الفترة القادمة رح يتراجع الزهرة مدة أربعين يوم تقريبا يعني في عنا حركة أمامية وفي عنا تراجع بعدين في حركة أمامية يعني من يوم فجر ثلاثة وعشرين سبعة حتى فجر يوم أربعة تسعة هاي الفترة بيكون في تراجع التراجع هذا زي ما حقينا مدة أربعين يوم وتأثير دائما بصير للتراجع عادة يعني يبل بأسبوعين فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأنه فترة التراجع هاي فترة اللي بيسألني واللي بيكتب لي أي يوم أفضل للتجميل أي يوم لكتب الكتاب أي يوم لهذا بعضه ماشي؟ لأنه هاي الفترة أساسا دائما منحكي تراجع الزهرة أخطر شيء أخطر شيء أنك تعملوا بالفترة هاي تجميل وارتباط وزواج أو خطبة أو الأمور هاي والمغامرات المالية هدول أساسيات يعني هذا الزهرة اللي إلو علاقة بهاي الأمور الآن بدو يتراجع يتراجع يعني أعطى بدل سلبية بالعكس يعني حط مراحل خطر فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هذا التاريخ من 23 سبعة لغاية فجر يوم أربعة تسعة هاي الفترة يعني اعملوا أي شي قبله أو بعده ولكن مش فيه لأنه برضو في زوايا سلبي كثيرة راح تكون فما في مجال المخاطرة بالفترة هاي زي ما حكينا إنه تأثير التراجع دائما بيبدأ قبل بأسبوعين عادة إحنا منقول لا خلي يا سيدي سبعة أيام خلي أسبوع قبل التراجع يعني إحنا منقول 23 سبعة نزل منه أسبوع مسامحينك يا سيدي مسامحينكو خليها لا ستة لستعاش الشهر من ستعاش سبعة بل شو خلص حطوا علامة استفهام إنه هاي الفترة خلص ما بدنا نعمل أي شي لغاية اللي هو ثلاثة تسعة أو أربعة تسعة بيكون أحسن وأحسن بما إنه كوكب الزهرة هو كوكب الحب والجمال والمال وهاي المجالات اللي بيصير فيه عليها نوع من أنواع الضغط في فترة التراجع فهنا بتكو تنتبهوا لبعض الأمور والنصائح اللي بترجاكوا انكو تلتزموا فيها بشكل جيد أول إشي في هاي الفترة بتتوتر علاقاتنا الشخصية وبتنشب خلافات مع أقرب الناس لإلنا على أثر كلمة ممكن الكلمة هاي تكون مش مقصودة ولكن اللي قبالك يستوعبها بإشي تاني ويفهمها بطريقة تانية وصير خلاف ما بينكم ممكن نجد صعوبة في التفاهم مع زملائنا مع أصدقائنا مع أحبائنا مع أبنائنا ناهيك إنه في هاي الفترة العلاقات العاطفية بتكون حساسة جدا وخصوصا إنه في زوايا بس تسمعوها سبتعرفوا يعني أنا متوقع إنه نسبة الطلاق رح تكون عالية جدا أو نسبة الانفصال أو نسبة انتهاء العلاقات بسبب هاي الزوايا فعشان هيك بتكون تركزوا معي بالحلقة هاي بشكل جيد في فترة التراجع ومنشعرك كأنه الشخص اللي بودنا واللي بحبنا والحبيب اللي إله فترة معانا بطل يعجبوا شيء صار غريب عنا مش موجود معانا فعشان هيك تصرفاته ما بتكون مفهومة فعشان هيك بتكونوا حذرين وفاهمين إنه هاي التقلبات إلها علاقة بالتراجع الأشخاص اللي بيكونوا مثلا ما في سنجل أنا سنجل كري هيك ما عندي علاقات وأجعب اللي بدأ أعمل علاقة في فترة التراجع الزهرة أنا بقول لك لا ما تبادرش ما تغامرش ما تحاولش تعترف في هذا الموضوع لأنه عادي جدا اللي الطرف الثاني يصدك يعني يبلش الزرامي بدي يعمل لحاله بريستيج أول بنت بدي تعمل لحالها بريستيج وتقول لك بطلت بطلت ألعب ما بدي الحب تبعك فعشان هيك ديروا بالكم من هاي النقطة أيضا خلال فترة التراجع برضو زي ما حكينا يحضر إتمام خطبة زفاف أو إجراء عمليات تجميل هذا من ناحية عاطفية أما من ناحية مالية فوضع الزهرة لما بيتراجع بيشبه وضع عطارد وتأثيره على الأمور المالية فعشان هيك بتقل الحضوض على المستوى المالي ما بتستقر الأسعار وخصوصا في سوق المال الأموال العالمية أسعار العملات الذهب المشتقات النفطية بيخف الدخل وبتزداد المصاريف لدينا عشان هيك بتكون ترتبوا وضعكم المالي ودفعاتكم وميزانيتكم قبل ما يجي هذا التاريخ عشان تبقى أنت جاهز مش تصرف فلوسك وتقول لا ما هو لا بيجي بيجي آه بيجي بيجي والقرد هذا كان رسوم متحركة الجيل القديم بيعرفوه طيب الآن عشان نشرح بطريقة ثانية كوكب الزهرة من الأساسيات إيجابيات لما بيكون في حركة أمامية وبشكل زوايا إيجابية بعطينا عاطفة حب انسجام مال جاذبية تفاهم ميول فنية بالمختصر سلبياته لما بيشكل زوايا سلبية أو بيكون منتحس على طول فيه شغلتين بظهر على الساحة الغيرة والعنادة فبتكون تنتبهوا من هذول الثنتين لأنها أغلب المدة في برج الأسد رح يكون إن هذول موجودات طيب يا سعيد طب هس الزهرة بدأت تروح على الأسد شو؟ آه في أمور أنت بدك تأخذها بعين الاعتبار إذا أخذتها بعين الاعتبار بتكسب من الأمور الثانية ماشي؟ الآن الزهرة بما أنها بدأت تدخل على برج الأسد فبدرج أولى اللي رح يستفيدوا من خمس ستة لغاية ثلاثة وعشرين سبعة ومن أربعة تسعة لغاية تسعة عشرة موليد برج الأسد يعني هذول الفترتين اللي بيكون فيهم بالحركة الأمامية فترة التراجع ولا واحد رح يستفيد لا يقول لك عمل تثليث وطلعك السنوي ومش عارف إيش وعمل لو نطلع بجنباز وهذا إنسى الموضوع كله بدك تركن على الحكي ترجعش تقول لي أنا انخرب بيتي أنا صار معي مشاكل أنا اطلقت أنا هاد احذر من اللي أنا بحكيه لك فترة الحركة الأمامية من خمس ستة لثلاثة وعشرين سبعة ومن أربعة تسعة ليوم تسعة عشرة هاي فترة إيجابية بتعطي طاقة إيجابية فترة التراجع اللي هي من يوم ثلاثة وعشرين سبعة ليوم أربعة تسعة هاي بتعمل أف على العواطف عندك وعلى الحضوض بتعتمدش عليهم نهائيا عقلك هو اللي بده يشتغل في فترة الإيجابية بيستفيد مع موليد برج الأسد هم موليد الأبراج النارية وموليد الأبراج الهوائية يعني الحمل قوس جوزاء ميزان دلو والأشخاص اللي لما انولدوا كانت الزهرة موجودة عندهم في برج الأسد واللي طالعهم واحد من اللي أنا ذكرتهم هدولا أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدون أما الأبراج الأخرى بتستفيد ولكن استفادتها بتكون على حسب البيت اللي بيكون موجود في الزهرة وطبعا رح نشرحه بالتفصيل بمعنى كوكب الزهرة كوكب إلو صلة بالفن والجمال والمال فمعناته في فرصة للاستفادة في هاي المجالات المذكورة لجميع الأبراج وخاصة الأبراج اللي ذكرناها ولكن خلنا بس نوصل للتفصيل يعني بصير فيه معلومات أكثر بالنسبة لكوكب الزهرة فهو بيأثر على غدتين أساسيات اللي هي الغدة النقامية اللي هي بتسيطر على عدد كبير من الغدد اللي إلها علاقة بالهرمونات اللي هي اللي بتحفز النمو وبرضو على الكذرية الغدة الكذرية اللي بتفرز هرمونات إلها علاقة بالديستيرون والكورتزول يعني بمعنى آخر إذا بتيجي بتقول والله الستات بتقلب عندها الهرمونات وهي فترة التقلبات هرمونات وعشان هيك عصبيات لا منسوان لأنه أساسا الهرمونات الجنسية رح تلعب دور كبير عند الطرفين البرولكتين اللي هو هرمون الحليب الأستروجين الأندروجين الاسترادول التستستيرون هدولة كلها رح يصير فيها نوع من أنواع الخربطة وخصوصا في فترة التراجع في الأيام العادية هاي ممتازة جدا وراح تكون منتظمة عشان هيك ما في قلق من هاي الأمور إلا في حال التراجع وطبعا بتلعب هاي الهرمونات دور مهم في تنشيط عضلة القلب انقباض الأوعية الدموية والجلد وانبساطها ويعني برضو ممكن أنها تحافظ على ضغط الدم خصوصا لما بيكون الزهرة بشكل سليم برضو بتعطي نوع من أنواع الجاذبية الحيوية الرغبة الإقبال على الحياة إلها إيجابيات بشكل قوي ولكن الحذر هي من الفترة التراجع والزوايا اللي رح تصير اللي الآن رح أذكرها طبعا اللي بنولد الأشخاص اللي بنولده بكون الزهرة موجودة عندهم بالأسد هذو الآن رومانسيين جدا 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 وعلى طول إذا يم شم ريحة الحب هيك أو الإعجاب بشخص آخر من نظراته من تصرفاته من حركاته وعلى طول بتميزه خلص هذا حب الزلمة هذا وقع راح ضاع باي باي طيب إيش الزوايا اللي رح تتشكل يا سعيد اسمعوا لي بالله وركزولي في هالزوايا عشان تعرفوا إيش بتكوا تعملوا الآن يوم الاثنين اللي هو يوم الانتقال اللي هو يوم خمسة ستة في زاوية راح هي بلشت تأثيرات احنا بنذكرها في التوقعات اليومية زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين البلوتو هذه زاوية بتدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني عصبيين متقلبين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسببنا خلافات بتسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية وبتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء وبتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة وبتدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية لأن بعض المطربين أو الموسيقيين اللي كانوا في القمة ممكن ينحضروا للحضيد بسبب رتابة عطاءاتهم وعدم قدرتهم على تغيير أساليبهم وتجديد عطاءهم أو بسبب تعرضهم لمؤامرة لتدنيس سمعتهم وتشويها لا يستحسن طرح انتجات فنية جديدة للأسواق ولا إقامة حفلات في هذه الفترة لأن النتائج غالباً بتكون مخالفة لكل التوقعات ممكن نتعرض لبعض المشاكل والعقبات في الإنتاج والتوزيع ويستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة الحوادث والعنف والعدوان وربما يكون في احتمال وقوع حرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزوايا التي تليها الآن في عنا زاوية ما بين الزهرة وما بين المشتري هاي رح تتكرر ثلاث مرات وهي زاوية تربيع سلبية يوم الأحد 11-6 ويوم 22-8 ويوم 17-9 هاي زاوية ثلاث مرات أول زاوية 11-6 بيكون بحركة أمامية 22-8 بيكون بتراجع 17-9 بيكون في حركة أمامية ولكن بتظل تربيع هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتخلق يعني شوي هيك عنا رغبات غريبة وبتسبب إنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا بتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب إنا اضطرابات صحية وبتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وبرضه هاي الفترة بتعرف هيك الميزان التجاري بعض التقلبات بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بتم تضييع كثير من الأموال في الدعاية للمنتجات ومع هيك ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الجمعة 17-6 زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية وبتجعلنا ميالين للتسامع مرحين خفيفين الروح وهذا الوقت بصير وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين وفيه استفادة من الراحة اللي بيوفرها الجو اللي بلانها بتوفرنا هيك راحات على مستوى الدعوات السفر التسلية وبرضو بتدل على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميدان الفني وتتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي تقام وإنتاجات الفنانين وعطائهم كما بتزيد من اهتمام بالمواضيع المتعلقة بالمرأة وحرية وخصوصا فئة الشباب أما بالنسبة للزاوية اللي راح تتكرر أيضا ثلاث مرات وهي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين أورانوس لأنه راح تتكرر يوم اثنين سبعة بيكون يعني الزهرة في حركة أمامية يوم تسعة ثمانية برضو الزهرة وأورانوس راح يشكلوا نفس الزاوية بيكون الزهرة بتراجع ويوم تسعة وعشرين تسعة بيكون برضو في زاوية التربيع بيكون زورة رجعت للحركة الأمامية فعشان هيك بهاي التواريخ اللي أنا ذكرتها يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية بين الأشخاص يعني اثنين بتعرفوا على بعض هاي العلاقة بتكون إلها عواقب وخيمة فعشان هيك لازم تدرسوا علاقاتكم وما تبادروا بأي شيء إلو علاقة بالعاطفة لتشغل عكلك قبلها برضو هاي الفترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية إلى الأسواق لأنها راح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض للحظر مثلا يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وهاي الفترة بتفسد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي كذلك هاي الفترة من الأفضل تجنب الاستثمارات لأنه شوي هيك في بعض المشاكل على مستوى البنوك والمؤسسات المالية اللي ممكن يصير فيها بعض التراجع أو المفاجآت اللي تأثر عليها وتعمل مفاجآة في المداخيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية رح تتشكي اليوم الخميس سبعة وعشرين سبعة طبعا بيكون برضو عطارد بيتراجع وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين عطارد رغم أن الزهرة بيتراجع إلا أنه بنعطي هيك شوية إيجابية فيها لأنها هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا وقت مناسب للحياة الإجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين والاستفادة من الراحة اللي بتوفر لها إلا بالدعوات اللي بترافقها ممكن سفر تسليم مغامرات شغلات زي هيك برضو بتدل على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميادين الفنية وتتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي تقام وإنتاجات الفنانين وعطائهم وهذا الشيء بيزيد الاهتمام أكثر في هاي المواضيع المتعلقة برضو بالمرأة وحريتها والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران برضو إيجابية بين الزهرة وبين الشمس هاي بتكون يوم 13-8 يعني تعطي نظرة إيجابية وتفاولية للحياة بصورة عامة وبتزيد من جاذبيتنا بتثير لهيب الحب والمواهب الفنية لدى البعض مناسبة للنزهات والتجديد والتسلية بتزيد من اهتمام الحكومي بالميادين للفنية والترفيهية على المجتمع من خلال إقامة ندوات أو معارض أو حفلات ترفيهية وهي فترة مناسبة لعقد مفاوضات أو اتفاقيات هدنة أو السلام أو إنهاء خلافات بين الدول وزيادة منتوج قطاع النسيج وبعض الصناعات الفنية والمعدنية والمؤسسات المالية أيضاً يا سعيد هلقتنا بهالزوايا الهيك وهيك وإيش في شهر ثمانية وإشي هذا شو بدي حفظنا في شهر ثمانية شو رح يصير ما هو أنا لازم أحكي لكم الزوايا هاي عشان ترتبوا أوضاعكم وتعرفوا إيش اللي بتكون تمشوا فيه إيش اللي ما تمشوش فيه إيش اللي تعصبوا فيه إيش اللي ما تعصبوش فيه إيش اللي تحبوا فيه وإيش اللي ما تحبوش فيه لازم أذكر هاي الأشياء طيب حطوا لايك وديسلايك واسبوا علي يا جماعة الخير إذا ما أعجبكوش الإشياط والله يا شح أتزوري وأنا ببرم طيب إيش التأثيرات على جميع الأبراج خلينا نروح ونشوف كل برج إيش الإيجابيات لأنه الآن أنا رح أذكر الإيجابيات فترة التراجع رح أرجع وأعملي لكم حلقة عشان نذكر السلبيات ماشي؟ لأنه مش رح تذكروا من عارف والحلقة إذا راحت مش رح ترجعوا لها فرح أعملكوا حلقة برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل هاي فترة بتحملك كثير من الفرص والحضوض العاطفية ولكن بدك تدرس الأمور العاطفية بشكل عقلاني يعني مش أي حب والسلام تدخل فيه لا بدك تدرسه بشكل جيد تدرس الشخصية تستحق حبك ولا لا وحاول تقبل الشريك العاطفي كما هو إذا أنت على علاقة عاطفية مع شخص تقبله كما هو وحاول تعطي بعض الأعذار لتقلبات المزاج لا الزوايا اللي ذكرناها في البداية وحاول أنك ما تفرض رأيك عليه هاي أنت اليوم بالفترة هاي شخص حساس جدا وعاطفي عالية جدا وممكن تصل لدرجة التملك أحيانا حاول أنك تستفيد من هاي الفترة بامتياز لأنها فترة راح تدعمك بشكل قوي صحيح أنه في بعض التوترات العاطفية الطارئة إلا أن الفترة هاي ممتازة على المستوى العاطفي علاقتك بالأحبة الترفيه الأمور الطاقة الاهتمام بنفسك الحب الغرام أفرح بالعائلة مولود جديد أشياء من هذا القبيل بتكثر بشكل كبير بهاي الفترة يعني في كثير من الأخبار الممتازة ولكن بدك تحذر من تقلب مزاجك وعواطفك وفرض السلطة على الأحبة والمشاكل العاطفية هاي أهم نقطة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا الزهرة راح تدخل على بيت البيت بيت العائلة يعني التركيز كله راح يكون على الشؤون الداخلية بالنسبة لها إلاك يعني أمور إلها علاقة بالمعاملات العقارية بيع شراء تغيير سكن إدخال تعديلات على البيت زي ديكور وتصليحات وترتيب أو شراء بعض الأجهزة أو المعدات المنزلية مفاترة جيدة لتوطيد العلاقات بالأسرة حل المشكلات اللي ممكن عانيت منها بالفترة الماضية فيه نوع من أنواع المحبة بالعلاقات بالبيت فيه نوع من أنواع الاستقرار والتقرب مع الأبناء بحد كبير ممكن تشجع أبنك لممارسة هواية عاطفيا برضو فيه نوع من أنواع التواصل بتجد نوع من أنواع المحبة الخلاقة ما بينك وبين الشريك بالعاطفة ممكن يتقرب لك بطريقة مختلفة ممكن برضو يعني حاول أنك أنت تتقبلها يعني برضو أكثر من هيك بهالزوايا اللي ذكرناها يعني جيد شو ما صار ممتاز وحاول تفاهم شخصيته بشكل جيد بما أنه رح يكون فيه زوايا سلبية فمعناته احذر بس من تقلبات المزاج والمشاحنات العاطفية هاي نقطة أساسية وبرضو وجود الزهرة في البيت الرابع بدل على فرحة إلها علاقة بالبيت أو شخص مسافر برجع لأهله أو لوطنه يعني في بعض الإيجابيات اللي ممكن تشتري بيت مثلا أو تبيع عقار زمان ما بعته هاي من الإيجابيات برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا الفترة هاي في مودة في محبة مع الإخوة مع الأخوات مع الجيران ممكن الفترة هاي تحل مشاكل عالقة بالتفاهم والحوار لأنه عندك قدرة على الإقناع عالي جدا عندك قدرة سحرية على التواصل مع الآخرين وخصوصا الجنس الآخر أكثر التنقلات بتكون ممتازة بالفترة هاي سفريات قصيرة أو اتصالات علاقاتك اليومية في نوع من أنواع السعادة والراحة تستفيد أو بيستفيدوا الطلاب اللي في مرحلة الثانوي أو المرحلة ما دون الجامعة هدولا بيبدعوا بالدراسة الحضوضة بتدعمهم شوي برضو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة والمعاملات اليومية والتبادلات السريعة بيحققوا برضو فوائد إيجابية وممتازة فعشان هيك بدكوا تستغلوا هاي الفرصة بكل طاقتكم ولكن بدكوا تحذروا من كلامكم وطريق التعاملكم مع أحبائكم لأنه ممكن مزحك ينفهم بشكل خطأ فيتسبب خلاف أو يعني سوء تفاهم كبير ما بينك وبين الأحبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا الزهرة بدأت تدخل على بيت المال فعشان هيك بتحققوا أو راح تحققوا كثير من الأرباح والأموال اللي بتيجي من مجهودك الشخصي من عمل إضافي مستردات هبات دعم شغلات من هذا القبيل وممكن تسترد أموال مستحقة أو ديون قديمة عالقة هاي فترة جيدة للتعامل للشخص اللي بده قرض من بنك من يطالب ببعض الحقوق لا إله أو ممكن هيك يعني فيه برضو النقاط الإيجابية إنك ممكن بعض الأشخاص يسعوا لمساعدتك وخصوصا من الجنس الآخر بدك تنتبه شوي بس من الانفعالات والتسرع وما تقدم على أي مشروع إلا بعد دراسته التدقيق فيه بشكل جيد ممكن تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عن الشخص اللي بتحبه مالياً أو تقدم له بعض الهدايا أو تدخل السرور لقلبه يعني بمعنى آخر بس اهتم بأنك ترتب وضعك المالي اعرف أنه في فترة تراجع فيه مصاريف كثيرة جيدة على الطريق فعشان هيك حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان وانتبه من النصابين والمحتالين طيلة الفترة القادمة بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً هنا بده الزهرة خلص وصل لعندكم فعشان هيك بتشعر بالعاطفة بالحب بتقبل عن الحياة والعلاقات بشكل كبير رغم أنه راح تكون الشمس موجودة أغلب الوقت يعني في بيت العلاقات الأصدقاء ورح تنتقل لبيت المتاعب والزوايا اللي رح تتشكل عندك فماشي طاقتك وحيويتك ممتازة جداً وبتجد قبول عند الجنس الآخر وجاذبيتك بتكون كبير كثير وكثير من الأشخاص بيتقربوا منك وبيتوددوا لعلك ولكن لما تثق فيهم لأنه عادي جداً بيكون بدهم مصلحة منك يعني فحاول أنك أنت ما تنجرف بعلاقة وتطورها بدون ما تدرسها بشكل جيد هاي أفضل فترة يعني أنك تهتم بنفسيتك وبمظهرك وممكن تقوم بتغييرات حقيقية حتى بالباسك أو طريقة هندامك أو قصة شعرك مثلاً هاي فترة مناسبة للأمور اللي بتتعلق بالفن بالشهرة بالظهور بالأضواء واللي بيعملوا في هاي المجالات هم رح يستفيدوا بشكل كبير عندك فرصة كبيرة أيضاً للفرص المالية ودعم اللي بيجيك برضو من أفراد من الجنس الآخر طبعاً مش أنا أكيد يعني أنا صحيح أسد ولكن أنا بقولك هذا كله مش إلي يعني إلكه آه بس مش إلي ماشي مظهر ولا دعم ولا روح يا جماعة الخير شو هاز زلمي هذا قاعد سعيد قاعد بيخرط علينا انسوا انسوا لا أنتوا استفيدوا بس أنا عارف حظي يعني برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً هنا رح يكون في بيت متاعبك ماشي ولكن وجوده في بيت متاعبك تحديداً وانه الشمس هي بتجهز حالها برضو بدها تنتقل وتوصل يعني هي موجودة في بيت الشهرة بالنسبة لإلك وبدها تنتقل لبيت الأصدقاء والعلاقات فعشان هيك خلال الفترة اللي رح تكون الزهرة موجودة فيها في برج الأسد هاي فترة إحنا بنسميها بتعطي فرص للشهرة ملائمة للتعامل مع الشركات مع المؤسسات الكبيرة مع المقربين مع الغرباء من الجنس الآخر ممكن يتم عقد معك أو صفقة مربحة فيها كثير من الخير والقبول والانفراجات وحاول أنك ما تتردد يعني ادرس المشروع سريعا واتخذ خطوتك بهذا الاتجاه برضو علاقاتك العاطفية ممكن شوي هيك بعض بعض عشان ما ينفهم غلطة تبعين العذراء يشكوا معض موليد برج العذراء بقوموا بعلاقات بالسر وما بدهم يطغروها للعلن ولكن حكينا أنه في زوايا بتقول لك ما تغامر بعلاقات مغفية لأنه ممكن تنكشف بشكل سريع ممكن تزداد رغبتكم أكثر بهاي الفترة للاهتمام بالنفس وبالأحبة أو بالأمور اللي إلها علاقة بالسر انتبه من صديق أو من أصدقاء ممكن يحاولوا استغلالك ماليا أو جسديا أو جنسيا حتى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا الزهرة بدأت تدخل على بيت الأصدقاء فهو أنا بتعطيك فرصة كبيرة على القيام بنشاطات اجتماعية مهمة لقاءات متيرة مع أصدقاء مقربين تعرف على أصدقاء جدد أو أشخاص بيكون لهم دور كبير في حياتك في هاي الفترة وأكثر هاي الصدقات بتكون من أشخاص من الجنس الآخر أهم شيء في هاي الفترة أنه ممكن بعض موليد برج الميزان يفكروا في إنشاء معهد أو مركز تنموي أو اجتماعي أو موقع له علاقة بالتنمية البشرية رح يلاقي نجاح اللي بيشتغلوا في مجال علم النفس أو الإرشاد أو التنمية البشرية أو الأمور هاي مبدعين جدا بيكونوا بالفترة القادمة وبيلاقي نجاح مهم هذا المشروع إذا أعلنته في الفترات الإيجابية اللي بيكون مش متراجع فيها الزهرة ورح يلقى الكثير من الأنصار والمشتركين برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا هنا الزهرة لما توصل لبرج الأسد يعني تعمل تطور في علاقاتك مع المسؤولين عنك في مجال عملك بعض الأفكار الخاصة تجد قبول عند المسؤولين عنك في العمل وممكن تحصل على مكافآت مالية مجزية خلال هاي الفترة أو ترفيع أو ترقيه وممكن تتفاجأ بأنه يعني شخص من هؤلاء الناس المسؤولين بيسعى أنه يتقرب منك أو إقامة إقامة علاقة معك بعيد عن أجواء العمل حاول أنك ما تأخذ الأمور بشكل معقد وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تعطيل أمان الكامل لأنه قلنا أنه في زوايا تخدع وخدعها مؤذية على المستوى العاطفي يعني بفتح لك مجال العلاقة عاطفية أنت بتطمئن بعدها بتلاقي حالك لا هذا الشخص بده إيشي ثاني فبلاها يعني خلي في حدود يا بدخله من الباب يا بتحط الكندرة في ثمه وبتلعن اللي نفضوه ماشي وحاول أنه تعطيه فرصة خلي فيه فرصة هيك أنه يعبر عن رأيه أو اللي يطلع اللي جواته وبعدين بتشلحم الرجلك وبتظهر به عادي وما تكون ما يكون فيه انتقاد لاذع أو سخرية بالمشاعر والشغلات اللي زيك عشان تأخذ المعلومة الصحيحة يعني ما تحكميش غلط ونظلم الزلمة بعدين برج القوس من نسبة لموليد برج القوس طبعا هاي الفترة بتفتح فرصة حقيقية لأمور اللي الحلاقة بالسفر الخارج البلاد الهجرة الدراسات العليا الدراسات الأكاديمية يعني ما بعد المدرسة أي إشي بالجامعة بالمعاهد بالدورات التعليمية هاي كلها بتنجحوا فيها حتى على مستوى السفر البعيد والعلاقات مع الأجانب ممكن بعض موليد برج القوس يقدموا على مشروع علمي أو يسعوا لإعلام بحث جديد أو التقدم لمسابقة عالمية هاي فترة الأنسب لهاي المواضيع وحاولونكم يعني في الفترة اللي بيكون الزهرة بحركة أمامية مش بتراجعية برضو الفترة هاي بإمكانكم تقوموا برحلات بعيدة أو التمتع بالطبيعة أو بهاي فترة برضو أفضل الأفضل للتعاقد مع شركات أجنبية خارج البلاد أو التعامل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة لإلك برضو للتجارة اللي إلها علاقة بالسفقات والاستراد والتصدير هاي فترة ممتازة جداً للي بيشتغلوا في هاي المجالات ممكن تتلقى مساعدة مهمة في أمور إلها علاقة بالأمور القضائية أو المحاكم تعطيك دفعة بشكل جيد بقضية إذا أنت رافع قضية مثلاً أمورك العاطفية بتعود لمجاريها الطبيعية رغم بعض التوتر اللي رح يجي من بعض الزوايا فإذا أنت تجاوبت وتنازلت وتكرمت على المستوى العاطفي إنك أنت بدك تمشي المركب بتمشيها ولكن إذا تنحت معك لا بتشطب العلاقة وبتنتهي بفترة الزوايا السلبية برضو بالفترة هاي بتشعروا بقوة الصداقة والعلاقات أيضاً برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي على الرغم من أنه الفترة الماضي كانت ضغطة عليك بشكل كبير على المستوى الصحي على المستوى النفسي على المستوى المالي إلا أنه الفترة هاي بتفتح مجالات جيدة وخصوصاً مع دخول الزهرة لبرج الأسد لأنه هذا يعتبر البيت الثامن لإلك فبعطيك فرص للحصول على مكاسب مالية حقيقية بتيجي عن طريق شراكة عن طريق زواج عن قروض تعويضات مالية مستحقات بنك ضريبة تأمين ميراث أي إشي واللي بيشتغلوا بالمجالات أو المعاملات العقارية بيستفيدوا بشكل كبير من عقارات سكانية أو شراء أو حتى أنك وسيطة تكون حاول أنك تستغل هاي الفترة بإصلاح علاقاتك السابقة غالباً بتكون صداقاتك أو يعني يعني أنت بتكون صادق أكثر من صداقاتك رغم أنك أنت في كثير من موليد برج الجدي بديش أقول كل موليد برج الجدي لأنه أنا بعرف من موليد برج الجدي لا عندهم مراوغة ومش صادقين بطبيعتهم ولكن في من موليد برج الجدي أنا بعرف منهم أشخاص لا هم صادقين صادقين بطبيعتهم ومخلصين جداً وما بيعرفوا أنهم يراوغوا وبكون عندهم يعني هيك سرعة بالحكم هي هاي التسرع اللي بيخرب عليهم كثير من الأمور فبدك تحاولوا تمسكوا شويك تشحطوا بركات عشان آه تمشي الأمور آه حاولوا أنه برضو تخففوا من توتركوا من دائم انظر للحياة بعين الرضا والتسليم بتلاقيها مشت معك ما تجاكرها حاول ما تجاكرش يعني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً هنا الزهرة راح تدخل مقابلك تماماً في بيت الشراكة وهاي يعني راح تخلي موليد برج الدلو محط أنظار الآخرين ولسيما الجنس الآخر هاي الزاوية اللي هي التقابل اللي احنا منسميها صحيحنا فيها سلبيات ولكن هاي بثير الطرف الآخر تجعله شديد الغيرة عليك العنادة عليك طريقة التعامل بتصير بشكل جدي أكثر يعني بدك تحاول أنك تمتص هاي الأشياء الموجودة عند الطرف الآخر هاي فترة الأنسب للتواصل وحل المشكلات العاطفية العالقة بتحسوا بقوة العاطفة في حياتكم وبتسعى للهدوء والسلام على الرغم من بعض المواجهات اللي إذا ما كنت حكيم وقدرتها بشكل جيد هاي زوايا مش سهلة خصوصا الزهرة مع أورانوس ولا الزهرة مع بلوتو هاي بتعني نهاية علاقات فعشان هيك بدك تكون حكيم بإدارة العلاقة استفيد هاي الفترة من كل علاقاتك اللي بتتعلق بالشراكات المالية الشراكات العاطفية لأنها راح تعود عليك بالربح والفائدة إذا استغلتها بشكل جيد عن التوتر كثير من المشكلات اللي كنت تعيشها أو عشتها بالفترة الماضية بتصير هيكي إلها طريقة من الحلول أو الزوال أو بتلاقي في إلك مناصرين في مكان العمل أهمش أنك تكون متفاهم لظروفك وللآخرين وحاول أنك ما تحملهم أفكارك الخاصة يعني خلي في حدود ما بينك وبينهم لازم يكون عندك نوع من أنواع المرونة عشان يكون لك تأثير واضح على علاقاتك العامة عليك الانتباه من الإطرابات اللي إلها علاقة بالهورمونات لأن تقلب المزاجة رح يسيطر عليك بالفترة القادمة وبدك تنتبه لنوعية الغذاء اللي بتأخذه غالبا على الرغم أنه يعني وجود الزهرة في بيت ما بناسبك عاطفيا إلا أنه أنت رح تحظى ببعض الأوقات الممتعة اللي إلها علاقة بالعمل وكثير من موليد برج الحوت رح يبدو علاقة عاطفية إلها علاقة بالعمل يا من زملاء أو بين زملاء أو بين مراجعين أو زبائن للمكان اللي أنت بتعمل فيه أو بتعملي فيه طبعا مش بالسر أوه لا خليها عينك عينك الله يرضى عليكم هيك منكون طبعا يعني خلصنا بس طولت صح كثير يعني وغربنا على الساعة والله بستاها والله بستاها اللي عمد تحطولي ديسلايك وانتو ماشين في الطريق هيك كثير ضرمت والله كثير حكيت تعبت شحة زوري ومشربتش شاي طيب حطوا اللايك حطوا ديسلايك شايف شايف ما حط هيا 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 بدك تطلع طلع 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 بدون ما يكبس يا الله عشان ما يسمعنيش طب حطوا انتو اللي سمعتوني الله يرضى عليكم هيك منكون انتهينا من حلقتنا للأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبو إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة